اشتركوا في القناة التونسي العيوني عبدالسلام صاحب الميدالية الدهبية الافريقية عام 2019 في الرباط بطل بامكانيات كبيرة ورائعة جدا بينما طبعا المقادمة مع البداية هي الجزائرية من خلال بن مهدي هو من الان من يتصدر الصباق متبوع من بارك القطري ثم قوند الجزائر الاخر العيوني الان في المركز الرابع هذه المقدمة الان تتشكل مع مرور 300 متر نحن ندخل الان لل400 متر الاخيرة بعد لاحظات بن مهدي يتصدر بينما المتابعة للبطل القطري محمد ربيع مبارك الان اللفة الاخيرة 400 متر والصراع سيشد مع تواصل هذه الامطار البطل القطري في المركز الثاني لحدود اللحظة بينما البطل عبدالرحمن مصعب بلا متأخر نوعا ما ننتظر يعني الامطار الاخيرة هناك ايضا في الخلف الزحافي المغربي اصبح الان المقدمة جزائرية بن مهدي يصعد ويخرج يصبح الان قوند الجزائر في المركز الاول والعيوني في المركز الثاني مبارك دائما في المركز الثالث صراع كبير على المركز الثاني بينما البطل العيوني هو الاخر يصارع من اجل اللحاق إذن اللحظات الأخيرة الآن من سيفوز بهذا الصباق إذن الأمطار الأخيرة يعني صراع كبير بينما سيطرة جزائرية على هذا الصباق 800 متر ودخول بأريحية كبيرة وبفارق كبير دقيقة 45 ثانية 46 جزء من الثانية بالنسبة لهذا العداء الجزائري الذي يدخل في المركز الأول إذن هنيئا لهذا البطل هنيئا لهذا البطل الجزائري الذي يدخل في المركز الأول محمد علي الجندي إذن محمد علي يدخل في المركز الأول سباق كان جميل جدا من قبل العداءان الجزائريين أرنب للصباق فقط بعد 400 متر أو 600 متر سحب من الصباق وفسح المجال أمام مواطنه البطل الرائع هذا أمامنا على الصورة هنيئا لهذا البطل وهنيئا لألعاب القوى الجزائرية بهذا البطل ونتمنى طبعا عودة يعني موفقة لأبطال الجزائر في المواعيد الأولمبية والعالمية إذن دقيقة 45-47 أفضل أرقام هذا البطل الجزائري محمد علي بينما البطل المغربي مصطفى أو البطل المغربي الآخر ترجمة نانسي قنقر